النهاردة نشرح الوعي القوني جزء عميق جدا بيحتاج لتركيز ومجهود قوي جدا للتنور وهيفيدك جدا في حياتك وفي اسلوب تفكيرك خصوصا اخر جزء في الفيديو بين العشوائية والانتظام في ظاهرة الكام بتسمى التشابك الكمي في توضيح حال الترابط غريب ما بين الجسيمات المتشابكة والمتشابهة عند التأثير على الجسيم منهم بيتأثر التاني بشكل تلقائي حتى لو جبت جسيمين متشابهين ونقلت واحد في اول الارض والتاني في اخر الارض واصرت على واحد اللي هو في اول الارض هتلاقي اللي في اخر الارض تم التأثير عليه بشكل ترقائي وده التوليف ما بين الجسيمات المتشابهة في الشكل والنمط حتى لو كانوا بعضين عن بعضهم بعض قوي حتى لو كان واحد فيهم في كوكب تاني وهذا يبيوضح لينا ان ارتباط الوعي الكوني بوعي العقل ربط قوي جدا وان العقل اكبر من ان نكون بداخل كهف الدماغ والدليل على ده انك عند النوم بتستقبل احلام ليه علاقة بمستقبلك ازا احنا عندنا وعي كوني بيرسل لنا احداث حياتنا وبيعطي اجابات لكل شيء بيشغل بالنا والوعي ده بنعرفه بشرط اكتشاف مراحل الوعي المؤثرة على شخصيتنا حتى الارتقاء الى التناور اللي بيجعلنا في حالة ترابط ما بين الوعي الزيني والوعي الكوني وبنعرف ان كتير من الناس ما عندهمش اي فكرة عن الوعي الكوني والوعي الكوني اللي احنا بنقصده هو الوعي اللي متصل بالقارين او الجسم المقترن اللي عرفناه من بداية الحضارة الفرعونية في فلسفة البا والكا وتقديس الكا واكتشاف اسرارها وان الوعي الكوني هو الوعي اللي بيستمر بعد موت الانسان وده شرحناه في مقال الانسان والطاقة وسر الرجوع وسر الموت ان الانسان من خلال اعماله افكاره ومعتقداته اما يكون هالته الاسرية او الطاقة المؤثرة على جسمه المقترن ووعيه اما طاقة سلبية فينجزب للعالم السفلي او تكون متوازنة فما يشعرش الانسان بالوقت وينام حتى يوم البعث ويتحولوا لنقاط معامرة وانتظام الطاقة في المكان وبيقولوا عليها عند العرب اعمار المكان او يكونوا في مرحلة سلام في حياتهم فينجزبوا الى العالم النوراني والوعي الكوني هو الوعي الروحي ممكن من خلاله تستمر في حياتك حتى بعد موتك بقول الله عز وجل في ايل عمران في الاية رقم مية تسعة وستين والاية مية وسبعين بيوضح الله عز وجل ان الانسان اللي وهب روحه ونفسه وجسده وعقله الى الله مش هيموت بل هيحيى بوعي الكوني وجسد مقترن يتولف مع العالم النوراني ويشعرون بالمشاعر الايجابية زي الفرح من امعام الله عليهم ويبشروا كل شخص متصل بالاله ويأكدوا ليه انه عمره معي خاف وعمره معي حزن وان الوعي الكوني هو اللي بيعرفك كل التفاصيل الكون وعي الاولياء والانبياء والرسل واللي بيعرف قيمة الوعي الكوني يصل الى الحكمة ويؤمن بوجود الاله لعالم الملائكة والارواح ورؤية النظام الكوني الخفي اللي بيصير في انتظام ويعبد ويشكر الله في كشف اسراره وهنا نسأل نفسنا ازاي نصل الى الوعي الكوني لو راجعنا تاني كان هنلاقي نظرية تسمى تأثير المراكب ومن عدم مراكبة الجسيمات بتعطي نتائج عشوائية او غير منتظمة زي النتائج ان انت بتشوفها لما بترقب الجسيمات وهنا بدوا يفهموا ان الكون كله مرتبط بوعي الانسان وان الانسان اللي يدور كبير جدا في انتظام الكون واستجمرار الحياة من مراكبته للجماد والأسفل والحيوانات اللي اثرت على نتجتهم علشان تحصل على نتائج ممتازمة تجعلك تكتشف الوعي الكوني يجب عليك مراكبة نفسك وافعالك وسلوكياتك واكتشاف كيفية تطوير مهاراتك والتصحيح المعتقدات الخاصة بك وكلما اكتشفت قدرات الوعي العقلي بتكتشف مهاراتك ومهارات الوعي الكوني البعيد عنك وكلما طورت الوعي العقلي اتأثر الوعي الكوني بالتطوير زي ما شرحت في بداية الفيديو بنظرية التشابك الكمي والان كيفية الارتقاء بالوعي الكوني وتنزيم وعي الانسان العقلي وتطويره وايه هي علاقة الوعي الكوني بالشيطان لازم عليك ملاحظة المشاعر النتجة من معتقداتك وافكارك وتقييم وعيك وعلشان كده نارض عليك مراحل الوعي من ادنى مرحلة اللي بتوصل الانسان للعالم السفلي الى افضل مرحلة اللي بتوصل للانسان للتناور والعالم النوراني. ادنى مرحلة هي مرحلة الشعور بالعار. العار هو المستوى الادنى والاكتر الخطورة على الانسان. اللي ممكن يكتسبه من ممارسة العادة السرية او من بعض الممارسات التانية. فلا يمكن لصاحب الشعور بالعار احتماله او الخطوة به الى الامام. فان العار بيشكل اضطراب عصبيا وهو بيضمر السحة النفسية وبيضمر وعي الانسان الكوني. وعند الشعور بالعار بيكون اداك اسية جدا على الانسان لوصوله لادنى مرحلة للوعي ووصوله الى العالم السفلي. وممكن انه يولد الشعور بالعار من تأثير الانسان في عبادة الرحمن. حتى نقدر نتخلص من الشعور بالعار يلزم علينا الرجوع لله. الشعور بالزنب مرتبط بالشعور بالخطيقة. علشان كده الموقف العاطفي والناتج عن العقاب ما بتنسهوش. وتنساش ان الشعور بالعار او الشعور بالزنب من المشاعر السلبية اللي بتجعل الشيطان متصل بك. الشعور بتلبد المشاعر. الشعور بيوصل لادنى المستويات. بيكونها بتجعل الفقر وعدم الرضا والنكر. بتلاقي الناس بيعذبوا انفسهم بنفسهم. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم في الاية اللي ظهر قدامكم واز تأزن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد. هتلاقي ان علاقة الكفر بالشكر علاقة انقار للحقيقة. بالحقيقة المطلقة ان الشكر والامتنان بيعطي شعور الوفرة مما يجعل القرين يهيئ المزيد من الوفرة. سواء الشكر والامتنان في المال او الصحة او ايا كان. عشان كده لازم عليك ممارسة الامتنان يوميا علشان ما تقعش في فخر. الكفر. والكفر هنا معناه هو التخطية وانقار الحقيقة ونتيجة عدم الشكر. الديء والفقر او التعطيل والعذاب. وهنا بيظهر شعور التلبد المبني على الحجد والمبالاة. المبنية على عدم الرضا بالواقع. مستوى الحزن والحرمان هي درجة الفاشلين اللي اعتادوا الانهزام كاسلوب واللي هم جعلوا الانهزام اسلوبهم. والشعور ده ناتج من عدم معرفة الله عز وجل في سورة البقرة الاية مية واثناشرة الزهرة قدامكم. تحدي الله بكلمة بلى وتحدي الاله تحدي صحيح. اللي بيعرف طريق الله ووهب روحه ونفسه وسلم واجهه الى الله ما بيعرفش معنى الخوف ولا بيعرف معنى الحزن ابدا. لان الثقة الالهية هي الطاقة مضادة للمشاعر السلبية. مشعور الخوف من الجيد انك انت ازا عرفت ان العناية الالهية معاك. لما بتعرف ازاي تقرب من الله عز وجل. ومن الجيد انك انت عرفت ان الخوف هو عبارة عن شيطان. وحدة منتجة للطاقة السلبية. وبيكون نهاية الخوف الموت او التنكر للعالم الصفلي. عشان كده ما تنساش الله. لانك انت ازا عرفت الله حق معرفة. هيتحطم عندك جميع الكيود مخاوفك. وهتواجه مخاوفك. واعتصك ان الله منك قريب. شعور الرغبة هو مزيج من شعور الارادة مع شعور الاحتياج مع شعور الشهوة. دايما بيحصل المزيج ده لعدم الوصول لاهدافك من جميع الجوانب. فان العقل الباطن بيعرف انك مش عايز اللي انت بترغب فيه. وان القريم بيهيق عكس رغباته. الغضب نوع من المشاعر اللي بتفتح ابواب الشياطين في ان الغضب احيانا بيكون مكون من الحزن والتعصب وعدم الراحة او القوة والارادة والغضب لاشكال كتير. بتفتح ابواب الشياطين لجعل الانسان يصل الى ادنى مستويات الوعي. شعور الفخر هو من المشاعر اللي لها انعكاس خفي. احيانا بيكون عبارة عن انك وصلت الى ما لا تستحقه. فيهيق العقل الباطن القرين لافساد المتفاخر بما يفخر به. واحيانا يصاحب شعور الفخر شعور الغرور. اللي بيجعل الانسان يفتح ابواب الشياطين برؤية ان كل شيء في حياته اسود. وما يقدرش اصحاب التفاخر اللي عيش في حياة السلمة في تفاخرهم وبيلازمهم شعور الخوف والحرمان في حياتهم. ومهما طول الوقت المتفاخر فهو متابع الشيطان اللي بيتغزة على المشاعر السلبية ومهما كان المتفاخر في نعيم بيصل الى ادنى مستويات الوعي وهو الجحيم. وكسة المتفاخر مقريبة من اللي حصل لابليس في قصته. الشجاعة هو الشعور الحيادي ما بين المعيم والجحيم. ممكن لو انت صاحب شعور السعادة منصاك الى المشاعر السلبية. اذا غفلت عن التحكم في افكارك وفتحت باب وسواس الشيطان لك. وممكن انها تكون بداية المشاعر الايجابية اللي بتنتج سكت الشخص الشجاع بنفسه وباتصاله بالله عز وجل. شعور الاستعداد هتوصل ليه لما تقدر تفهم وتدرك قدرة المصلحة مع النفس وقدرة المواجهة اللي انت هتستمدها من السقة ان الله منك قريب. وشعور الاستعداد هو بداية الارتقاء بالوعي. شعور التقبل مش هتقدر تصل الى مرحلة التقبل الا ازا رأيت باين الحقيقة زي ما شرحت في موضوع البحث عن الحقيقة. وانك انت تقدر تتقبل اي شيء ازا شفت تفاصيل الجانب الابيض والاسود في كل شيء حواليك. وكان عقلك قادر على اتخاذ القرار المناسب بعد معرفة حقيقة اي شيء. تقبل بيكون سهل ازا وصقت بالله عز وجل لانه وعدك انك مش هتخاف ولا هتحزن. وهتشوف كل شيء في حياتك خير من عند الله حتى لو قتى لك بصورة سلبية. فعسى ان تكرهه شيئا وهو خير لكم. فانت متقبل لانك واسك ثقة مطلقة في الاله عز وجل. شعور التماع والعقلانية او التأمل. الفهم والادراك هيفتح ليك ابوابه عند معرفة التأمل في ان كل شيء حواليك لازم تشوفه بتماع وبتعمك وبتركيز وبانتباه. والرد على كل سؤال بتسأله في تأملك بعد معرفة كيفية تمييز ما بين افكارك وصوتك الداخلي. هتلاقي نفسك هتحسن من اختياراتك وهتقدر تطور من نفسك وترتقي لما بعد التأمل. وهو شعور الحب. عند تقبل حياتك والتأمل في كل شيء حواليك هترتقي الى شعور الحب الاعظم وهو حب الاله. هتشوف عطاء الاله في كل شيء في حياتك. في مالك ونفسك واهلك ومكانك ووعيك ومقامك. وهتشوف قرم الاله اللي بيجعلك عاشق ذكر الله. ممتن ليه? بتحبه لانك اكتشفت قرمه وعطاءه. شعور الفرح هو باب شفاء سواء للنفس او الروح او الجسد. ومش هتعرف معنا الفرح بعيد عن الاله واتصالك به. لان الفرحة اللي انت هتلمسها من الشعور بوجود الله هي فرحة نتجه عن قدرتك في تحقيق الكل اللي انت بتتمناه. واللي بيحصل في حياتك. فرحة قادرة على صناعة المعجزات في حياتك ونفسك وروحك. فرحة بتجذب ليك المزيد بدون اخوف. فرحة دايما بدايتها الله. شعور السلام. ان شعور السلام هو الشعور بالقوة والهدوء والانسجام في الكون. السكة ان كل شيء هادي ما اجمل هذا الشعور. تخيل صوت امواج البحار والاشجار في كل مكان وانك عندك ما يكفي من طعام وذهب ومال. وانك تحكم هذا المكان. ده مش خيال. ده حقيقي. ممكن تحققه ازا قدرت توصل بالارتقاء في استخدام الفرح للوصول الى السلام. وافضل وارقة شعوره هو شعور التنور. وهدف المقال انك تشوف بنور لا يكهر. نور ساطع لا يطفي. انك تكتشف اسرار ما بتظهرش فيها نهار. وانك تعرف عوالم بتجعلك تشهر الاله الواحد الجبار. علشان كده لو عجبكم فكرة ان احنا هنتكلم عن الوعي الكوني. واسليب ارتباط الانسان بالوعي الكوني. اكتب لينا فعليقات. وكمان ممكن انك تختار اي شيء نتكلم عنه يخص عالم الروحانيات. وشكرا جدا للمطواتكو.